لان اللي حاصل من عمليات الخداع والاستخفاف الكل واحد بيستخفف بالتاني وصلك لان انت النهاردة امام اشخاص صدقوا نفسهم مواطنين صدقوا نفسهم انه هم قادرين على ادارة البلد نفسها وحل كل مشكلات رأخ انهم لو قرروا يحلوا مشكلات بيتهم حيفشلوا مين الاشخاص دولة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات اي حد يعد قدام بابها ويسحب استمارة ويقول له حط لي اسمي علشان الناس تعمل توكيلات لي مواطنين عاديين بيسمون باللغة العربية احد الناس يعني محدش يعرف عنهم ولا يسبحهم وفي بعض المواقع كده تاخدهم مادة فكهية ومحطات فضائية وكلام بس انا متوقف امام الظاهرة الزهرة دي كانت حصلت في الانتخابات قبل الماضية لما لقيت حتى مطرب شعبي رايح يقدم ويقول لك ما كل الناس راح تقدم وانا ليه ما روحش يقدم انا وقفت قدام سؤالين السؤال الاول هي الناس اللي راحة دي راحة بجد فعلا مصدق نفسها ان المصريين هينتخبوهم وانهم فعلا هيعودوا على كرس السلطة ولا واخدينها شو مظهر يعني طيب انت ليه تدي لهم هذي المساح المنصب بهيبته وهو منصب رئاسة البلاد المنصب الاعلى رفع في البلاد هالبقل يبقى بهذا الشكل اي حد يروح دستوريا اه دستوريا اي شخص يقدر يروح للهيئة الوطنية العليا للانتخابات ويعلن عن اسمه انه هو نوي يترشح ويطالب الهيئة انها تبلغ مؤموريات شهر العقاري انه لو اي حد عايز يعمل لتوكيل خدوه لكن انا اعتقد انه انت محتاج ليس كل ما يعني ليس كل حق بهذا الشكل يتم استخدامه بشكل يسيء الى المنصب الرفيع اي حد يعد كده يعني واي حد يهلفت في اي كلام طبعا فيه ليس قاعدت تقولك كلمات انا طبعا لن اسكر اسماء يعني لان الموضوع بقى اهزار فانكوش يعني واحد يقولك انا هديك 10 مليون جنيه لو انتخبتني وهجيبلك عربية طب ما تجيبلي فيلا بالمرة وقالك هديك كمان شقة وفيه اللي قالك انا هخلي القدس عاصمة المصر اللي هو اي حاجة وهحللك مشكلة صد النهضة وهوقف انشاؤه وهوقع الحكم في قطر وهخلي قطر تعمل ايه تدفع لي تدفع لكل شهيد مبلغ محترم 150 الف جنيه لكل مصاب يعني وفيه مرشح قالك انا زي السيسي رئيس محتمى طب بس انا عايز اقولك السيسي ليس مرشح محتمى السيسي هو الوحيد مرشح المؤكد عارف ليه لان السادة اعضاء النواب فوق ال 500 عضو زكوه فاصبح بحكم الدستور مرشح مؤكد يعني السيد سامي عنان والسيد خالد علي حتى الان ما جمعوش التوكيلات 25 الف توكيل من 15 محافظة حتى اقول عليه مرشحين مؤكدين وفيه اللي قالك احنا النهاردة بس انا 28 مرشح مؤكدين للرئاسة النهاردة راح النهاردة 5 جدد مثلا اسماء عملت روح واحد بيعد المصريين يحل مشكلة صد النهضة في 75 يوم وفيه مبارح اللي قدم تحية النازي هاي هتلر دي يعني اي خلاف اي حاجة بقى اي حاجة في الفنكوش بس ها يعني انت خالد ده ما بيحصلش في منصب محافظ مثلا في منصب وزير في منصب رئيس نادي مثلا هل ده هل ده يوصل كده لان احنا نعمل ده في منصب رئيس الجمهورية يعني انت عارف لو مواطن عادي راح وسحب الورقة وقال انا جاي هنا وعندي تصور ورؤية علشان ان انا اتقدم بيها للمصريين حتى لو انا مش مشهور ولا معروف بس انا عامل صفحة على الفيسبوك حطت برنامج والله انا هاعترمه يعني واجيب البرنامج واعد اقراه بس انت طالع عملت هالفط يعني عملت وقول اي حاجة في اي حاجة يعني انا هعمل كذا انا هضرب قطر انا هضرب سد نا ده انا هعمل هديلك عشرة مليون جنيه يعني طب ما انا هرشح نفسي واقول من البرنامج بقى وطريق نور مش انا هدي يقول لي لا هقول انا هدي لكل مواطن عشرين مليون جنيه انت خبوني يعني انت محتاج وقت هديه عشان تطبع الفلوس دي طب يعني انت جايب بتتايها مسلا لعشر مليون جنيه طب مصيش بكرة ده مش قادر يزود الناس من 1200 جنيه يرفع لحد اللي قدل 3000 جنيه ما لو كانت العملية بالخفة دي انا شايف في حالة من حالات الاستخفاف يعني شايف حالة كده من حالات الاستخفاف الاستهزاء وانا مش عايز ده بصراح يتعلق في منصب رئيس الجمهورية حتى لو كان الدستور يكفل لاي مواطن انه يترشع على الاقل نعمل حاجة كده اخواننا اسمها ده مناط جدية يعني مش انت شاري يا امر طب ماشي عشان تخش الهيئة دي بقى معك 5000 جنيه 10000 جنيه اللي هو تخسرهم يعني يعني او نردهم لك بعد الانتخابات يعني وانت بتابع اخبار المرشحين والانتخابات وكلام ده ما انت بتدور ايضا على اخبار لكن هل هل مصر فعلا تنتج مثل هذه الاخبار وال هؤلاء البشر دول اللي هتتناقل وكالات الانباء ان في مرشحين اسمقهم كذا وبيقولوا كذا وكلام ده الخيبة بقى والويبة ان بره يصدقوا الكلام اللي بيتقال ده يعني ان دول هيبقوا مرشحين وان دول هيحققوا وكذا 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 او ان بوسطاء الناس يتصوروا ان في شخص قادر بتاك تزر كده انه يقبضك 10 مليون جنيه ويدي لك عربية ويدي لك شقة ولا كان حد غلوب بس ده بيحصل في مصر اللي هي فكرة عارف ايه الاستخفاف الاستهبال انا اقدر اعمل اي حاجة في اي حاجة ولا اي حد يمنعني يعني عارف حتى منصب رئيس الجمهورية بقى خفيف كده والترشح لي اي حد عابر حتى يجي يقول الدستور بيقول ويكفل ومش يكفل انت عارف انا انتصر لاي حد يعني بس حد جد وحقي اخوان مش عايز الكلام ده علشان هيتدول وانت كده بتقلل بتقلل فعلا يعني احنا قسرنا اي حيبة الرئاسة في 2011 ربما ده ما كانش ينبغي ان يكون بهذا الشكل بس خلينا اقول احنا في 2011 نزلنا الفرعون مش الفرعون كشخص حسن المبارك لكن ما كانش اي حد يقدر يقرب من اللي قاعد على كورس الرئيس النار ده لا انت تستطيع ان تنتقد وتقول بس هل قصدي ده خلاص انت كسرت ده وازكر جمال قاطع عن زح السيس في نهاية فترته التاني اللي قل لك ما فيش اي حد يقدر يقعد على كورس ده غصب عن الشعب وان الشعب لو قل عايز يمشي لازم امشي وان انا ماينفعش خلاص هم فترتين وانا ماشي ده كلام مهم يعني وانت عملت حل الاجواء الانتخابية الرئيسية لكن اتمنى اتمنى الانتخابات تصير في نطاقها الطبيعي اتمنى ان يستكمل المرشحان خالد علي وسامي عنان اوراق الترشح اللي بينص عليها الدستور سواء توكلات او ترجح نواب وكنت اتمنى ايضا من السادة النواب يعني ان انا انا عايز العب سياسة اخوانا يعني انا محروم كشعب وكمصرفاندي منزو سنوات عن لعب السياسة انا عندي حوالي 600 نائم لو 530 540 يعملوا توكلات للسيسي طب دا الدستور بيقول لك كاما هو محتاج عشرين توكيل من البرلمان يعني طب ما تدي فرصة كده العب سياسة العشرين دول يدو الخالد علي الخمستاشر دول يدو الفلان اللي مرشح نفسه فكرة التعددية في المنافسة على منصب الرئيس ده ده سياسة ده ده شغل يعني ده شغل استواط معلمين انما عارف هو كده مرة واحدة البرلمان كله راح يعمل توكلات للسيسي مرشحا انا مش ضد قناعتك بالحكس دلت تقدر تقول انا صوتي في الانتخابات مثلا للسيسي يعق لك لكن انا هعمل توكيل مثلا لخالد علي عشان ادعم التجربة الديمقراطية او الممارسة الديمقراطية انت شايف السياسة هي دي السياسة لكن لما كل النواب يروحوا طب الدستور هيتطبق ازاي ما الدستور بيقولك المرشح لازم ياخد كام حوالي عشرين تأييد من البرلمان طب ما انت كده قفلت خالص قفلت الباب يعني طب ما تديني فرصة انا كمرشح افرط زهل لك مرشح شايف ان هو ياخد فرصة ما بقولكش ينجح المراتي ما هو ممكن ياخد الانتخابات الرئاسية المراتي يفشل بس يجي لك في 2022 السيسي مش هيكون موجود لانه خلاص خلص الفترتين يبقى ادي فرصة للناس حتى تمارس عمل سياسة انما لا ما ماينفعش 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 عارف التعمال تأفل 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 ودي كلها من السياسة يعني السياسة التي نبحث عنها عن مصر خرجت منذ سنوات اتمنى ان تعود في السنوات القليلة القادمة يعني علشان تعود السياسة يبقى لازم يكون عندنا كوادر مؤهلة بس انت هتجيب كادر من اين انا بكلمكو كلام بمزاج كلام اتمنى يوصل صحة وتفهموه صحة ماهو اللي قاعد في البرلماندة هيفهم سياسة ازاي وهو مش جاي من احزاب هديك تقول ده الاحزاب ومساله وحزب اكس وزد اقول لك قلبه قبيع احزاب مين يا امر العدد في اللمون كادر سياسي يعني واحد دخل في حزب هو مقتنع بمبادئه وافكار ورؤال اقتصادية والسياسية والاجتماعية ومؤمن بيها وخد دورات في الحزب تأهله ورأس لجنة بعد ما كان عضو فيها وخد انتخابات جماهيرية وعرف يقعد مع ناس وقادة وسفر بره قبل وفود سياسية في مختلف دول العالم ده شخصي عنده رؤية عنده تصور هل احنا عندنا ده ما عندناش لا ده انت لما بتيجي تعمل تعديل وزاري ولا تعديل تغيير حكومي انت بتقع في حزب انت مش عارف تدير مش عارف اشخاص في فرق يا اخوانا ما بين الراجل التنفيذي وما بين الراجل السياسي الكلام ده مهم قوي يا اخوانا كان فيه عندنا راجل باشا قديم اسمه فقد باشا سراجل دي الراجل ده كان رئيس كان وزير زراعة ووزير داخلية وكان وزير وزارة تالتة يعني مش عارف العدل ولا ايه تخيل طب اين اللي جمع الداخلية والزراعة وما كانش بالمناسبة خريط كله شورطة ولا كان مهندس زراعي على ما اسكر كان خريط قانون حقوق لانه راجل سياسي الوزارة عمل سياسي وان اللي بيدير دي الوزارة بالكامل ده راجل تنفيذي ووكيل الوزارة انت بعندكش ده انت عندك وزير بيطلع الناس يقولك انا هزود لك دسكرت المترو هو كده وهنرفع سعر البنزين هو كده اذا كان عجبك ابواطن هجيب لك من ايه نخويا يعني ماينفعش لازم الوزارة واللي بتصدوا للعمل العام يبقى عندهم ثقافة عندهم فكر خاضوا ومارسوا العمل السياسي ما بين كل حكام مصر من الكامل منذ اتنين وخمسين حتى الان ستجد ارفع الرؤساء الجمهوريات شأنا في ممارسة العمل السياسي هو الرئيس الرحل انور السناد ده راجل يعني انجز في احداشر سنة ما لم ينجز في ستين سبعين سنة وانا بنتصر ليه دائما يعني الراجل كان عنده رؤية كان عنده بيسموها فيجن بالانجليزي هو فاهم رايح فين وغاي من اين يعني ليه بقى مارسها العمل السياسي ومارسها ما يسمى بالعمل السري قبل اتنين وخمسين والتقى بكل الطيارات في المجتمع السياسي والحزب وانفتح عليهم وعرف ممثلين وصحفيين عرف وسوائين وطلع فوق ونزل تحت لف البلد عرف عليها على وطيها لما جي عاد عالكورسي كان عارف حتى يخاطب الشعب ازاي لما فكر يحارب عارف يحارب ازاي لما وصل لقناعة قدر يقرأ مستقبل كمان 30-40 سنة انا مش عارف اخد سينة دي ولا هعرف اي حاجة لازم افاوض الاسرائيليين وعمل لهم صدمة السلام رؤيا يا اخي تصور انت ما عندكش هزي الاشخاص كلام كتير قالوا الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن وكل الفضائيات وسائل الاعلام قعدت تقول لك ال 11 الف المشروع والاثنين تريليون جنيه وكلام بس في جملة لها لم اجد لها اي سيرة في اي وسيلة اعلامية الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للإطارة ايه دا هيبقى عندنا حاجة زي كده اه عندنا حاجة زي كده طب الشباب دول هيدخلوا ايه يعني هنعلمهم كي جوان لحد لا 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 ناخد شاب بخريك جامعة هو عاوز هذا الشاب يمارس عمل سياسي بس معندوش انا من حقي كشاب عشريني او تلاتيني انا عايزة بقى وزير عايزة بقى عضو برلمان عايزة بقى رئيس وزارة عايزة بقى رئيس جمهورية حقي بس انا عمارس دا ازاي ما اخلي بالك مش كل الناس في مصر ربك خلق الناس بقى افكار كتيرة كلهم عايزين يبقوا مضراء بنوك ولا رؤساء شركات بترول ولا اعلاميين في ناس عاوزين يبقوا سياسيين عايزة بقى وزير ورئيس وزراء مفوه ويخطيب برلمان ورئيس جمهورية ويقنع الشعب بقى رأى وافكاره وعنده تصور ورؤى لحلول في قضايا كتيرة هيعمل دا فيه النهاردة هو فيه احزاب هو فيه عمل سياسي حر هو انت تقدر تروح النقابة تعمل فيها ندوة ما فيش كلام دا طب انت هتقع يعني مصر دي هتدرس زي السنين الجاية مصر النهاردة مئة مليون بعد عشر 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 ثلاثين سالة بتتكلف بيه وخمسين مليون يجي شخص غير مؤهل خالص خريج حقوق خريج هندسة خريج طب ما يعرفش اي حاجة ويتلقيق على الكرسي ولا وزير والله ياخدك ويلبس المئة وخمسين مليون في الحيطة ما هو ما مش عارف اي حاجة في اي حاجة وطبعا احنا يعني متميزين في صناعة الفراعنة والاله الله عليك باشي الله عليك امر اللي بتقوله دا هو اللي زي الفل لازم لازم تخلق كوادر على الارض من اهم الجمل اللي قالها السيسي في مؤتمر حكاية وطن هو اكاديمية وطنية لتأهيل الشباب انا عايز اعرف تفاصيل عنها طب بتخرج كم شاب سنويا هل متقسمة قطاعات طب الشباب دول لما يتخرجوا لو انت خرقتلي بعد ثلاث سنين مثلا الف شاب ميت شاب ما عرفش اه تقدر تسكنهم لي وقلاء وزارات يبقوا مساعد وزير تقدر بعد دورتهم في تغيير حكومة يتاخدهم مزراء تقدر تساعدهم يدخلوا البرلمان ما هم دول اللي مفروض يديروا البلاد كلما تقعد مع سياسيين بارزين ايام عهد الرئيس الاسبق مبارك زي الدكاترة مفيد شهاب عليه الدين هلال حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الاسبق الكلام ده يقول لك احنا خرجين ايه الاسمي تاعة على بالي حاجة تابع عبد الناصر كان عاملها منظمة الشباب منظمة الشباب التحقوا بيها وتأهلوا كنت كلما تقابل اي حد يعني معد الستين كده ايام مبارك يقول لك انا خريت منظمة شباب انا خريت منظمة شباب وهتلاقي دول السياسيين العقر يعني عليه الدين هلال سياسة عقر مفيد شهاب سياسة عقر يعني لو انت بقى عمال تتكلم يعني ناس كتير خرجين منظمة شباب النهاردة الدولة وهي بتعمل اكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب انا بضم صوته لصوته بحيي الفكرة والتجربة بس عايز اعرف هنبدأ نعلمهم ايه وبعدين بعد بعلمهم حسيبهم يشتغلوا الوظائف العادية اللي بيشتغلوها ولا ان انا بدي لهم فرصة انهم يدخلوا الدولاب التنفيذي داخل الدولة المصرية هو ده الاهم الفكرة كويسة جدا السيسي بيقولك دي موجودة في فرنسا عايز اقول له رئيس لا طب عبدالناصر كان عاملها منظمة شباب ما يهمش بقى موجودة فين او على فين بس لو لت عاملها وابتنى التخرج شباب ارجوك هاتهم خليهم في ادارة الدول على اقل دول يبقوا عارفين سياسة على اقل دول لما يروحوا مجلس النواب هيقولوا الاعضاء النواب ما تعملوش كلكم 600 عضو تمكيلات للسيسي ما ينفعش سياسيا ما ينفعش